موسيقى وزير الدولة وزير الخارجية السفير محمد صالح النديف استقبل الامباسادرس جمهورية نيجيريا الاتحادية السيد اللامي سودا ريمواء وده بمناسبة نهاية نخدمت الدبلوماسي في چاد الزيارة دي سمحت للدبلوماسي هنان نيجيريا تؤكد وقفين ودعم هنان حكوم هنان نيجيريا مع چاد في الفترة الانتقالية وكذلك الدبلوماسينا اتنين كلمو في الالاقات هن تتاون عن بين چاد و نيجيريا وخاصة في المجال هنالأمن والتجارة اي سيدا لامي سودا ماشي لبلده وقاله هيد بتهيز بشي القدمات في مهمته وكذ وجوده في جاد وتشکر للديافة والكرم الليغات من الشاب هنان چاد مديرة هن تا تنمية والتاون هنان سويس السفيرة باتريسيا دانزي في كلامة قدام الصحافة يوم ملجومة بكونو بلده قادة تدعم چاد تقريبا ستين سنة وكذلك تساعد الفترة الانتقالية في الوقت الحالي سويس ردد للندا السوات الحكومة ناچاد للمنظمات الغير حكومية الونجي في بداية هنت الازمة هنالسودان واكدد من جديد مساعدة هنالسويس مع جانب الحكومة وشركات والدوليين الردو للازمة الانسانية المربوط بالمشاكل الموالة في سودان سويس تمويل ايطان تزيادة هنال 4 مليون فرانك هنالسويس البساوي اتنين مليار وسبومية وخمس وشيرين مليون فرانك سيفا والمساعدات الانسانية تدخل في تشات في شهر هنال اكتوبر الهيئة هنالصحاف هنالميديا هنالتشات الخاصة آلنات بكونو برفو وقفين هنالسيسپانسيون هنالكوورتور ميدياتيك هنالاكتفيته في رئاسة الفترة الانتقالية بعد شهر من المغاطع القرار دجاء بعد الاجتماع البيغي في رئاسة الجمهورية بهدور مدير المكتب المدني والمستشار في العلام هنالكومنكاسو هنالرئاسة الجمهورية خلال الاجتماد الممثلين هنالأرغان هنالصحافة قدموا متطلباتهم واهتمامهم ذي سلطات هنالفترة الانتقالية ومن كمان شاولو ووادو بحلين المشكلة الوصلاهم لوقفين النشاتات هنالرئاسة في غابون رئيس المرحلة الانتقالية آلم في صفحة الرسمية في الفيسبوك بكونوا قدم اليوم لرئيس الوزراء ريمون دونغ سيما شك هنال 7.2 مليار فرانكا سيفا وبعد من الوطير الكان لغو وكيت هنالأملية القدمات تا سي تي ار اي وبعد من الاموال الشالو بطريقة غير صحية البيان مال اكي الجنرال بريس اوليقي شددت قال هو مصمم لمحاربة الفساد وينتي الأولوية والشفافية لإدارة هنط المالية الامة في الغابون وزاد بكونوا في تهقیقات مستمرة وقوية غادين بسوو لبعد من الشخصيات المعروفين الحكومة الانتقالية في نيجير قدمت بيان يوم الجومة 6 اكتوبر بسووين هناللجنة مشتركة لإسحول فوغا بإنسحاب هنالقوات هنالفرانس الغادين في تراب هنالنجير البيان دا مارق يوم الجومة في نيامي بسوو فوغا اجتماعا بين الطرفين من المسؤولين هنالقوات الدفاع والأمن هنالنجير وفرانس بخصوص مارقين هنالارمية فرانسية لحسب حكومة هنالنجير المجلس الأسكري في نيجير قالوا الشيء المهم دا يكون الشعار دا مشترك وإنسحاب منظم في إطار الاحترام المتبادل والتعاون وفي يوم 5 أبتوبر الجيش الغايد في الحكم حاليا في النجير طلب من النجيرين خلي ينتبهوا أديل ويخوطوا أقلهم لغايد ما يكمل الانسحاب دا في نظام أديل وفي أمان وعلى حسب المجلس الأسكري بكونوا الأساكر الفرانسية الغادين في أولام أربع ألف أسكري دول أول ناس البمشو والقايد الأسكري الباس هنالفرانس الغايد في نياميامي المتمركزين فوق الأساكر الفرانسية بقوموا في نهاية هنت السنة دا الحسب الإلام الفرنسي القايد الأم هنالقوات هنالفرانس قدم بيان يوم 5 أكتوبر بكونوا بسووا أمالية هنالفضين في الأسبوع الجاي وبيشكل نزامي وبيأمان بالكواردناسيون ما نجال